ومازلنا في الفن والعيش بشغف يعني امتلاك الشجاعة والقوة للتعبير عما تحب فالشغف له أثر عظيم في الحياة وخاصة إذا مقترنا بموهبة يبرع فيها الإنسان وتشعره بالتميز فالموهبة هي نعمة من الله يهيبها لمن يشاء وهي عبارة عن مجموعة من القدرات الخاصة التي يتميز بها البعض عن غيرهم سواء ذهنيا أو جسديا فمن الممكن أن يكون هذا الشخص في المستقبل مشهور ويحظى بحب الناس ودعمهم في حالة الاهتمام بموهبته وتنميتها والاستمرار عليها واليوم معنا في صباح بلقيس شاب يمني يحمل موهبة وشغف وطموح وصوت جميل معنا في صباح بلقيس أحمد فهد صباح الخير صباح النور العافية حياكم الله أهلا وسهلا فيك في صباحاتنا لهذا اليوم وأحمد إحنا يعني اش رأيك نبدأ بأنه تعرفنا على نفسك وتعرف الجمهور منه أحمد فهد أولا شكرا جزيلا لإصدفتكم لي في هذا البرنامج الرائع شكرا معكم أحمد فهد الحميري من طبعا كما سبب ذكر أننا من اليمن بالأخص مدينة تعز عمري عشرين سنة طالب هنا في تركيا بيو ميديك المهندس في جامعة أريل هذا حياك أحمد واليوم تعز مسيطرة معنا بصوت الفنان القدير والشاعر كذلك أيوب طارش أيوب طارش هو سلطان الصريم واليوم أنت كموهبة شاب معنا اليوم طيب متى بدأتك تكتشف نصوتك حلو يعني طبعا في الثانوية أول ثانوية 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 في خلال هذه الفترة أنا اندمجت أكثر مع المجال الفني في المدارس في النشاطات والأشياء هذه يعني بخلت هنا يمين هنا يسار شاركت في أكثر من فعالية وهذا الشي شفت يعني الجمهور والناس حرضوا أنه أحمد صوتك جميل أعطينا شيء أعطينا شيء فنعم من هنا بدأت يعني كان في تفاعل من الناس أي نعم وهذا الشي جميل يعني إحنا كنا في الفقرة السابقة بنتكلم على الهوايات وكيف أن الشخص يعني يطورها وينميها فسبحان الله يعني أنت حتى تمثل يعني ما كنا نتكلم عنه قبل قليل طيب من الفنانين اللي تحب تسمع لهم أغانيهم أيش الألوان الفنية اللي أنت تفضلها طيب طبعا أنا أغنين جليزي أحب الفنانة أديل الفنان أنا مركز أكثر على الفنانة أديل بس أيضا بيلي إيليش وغيرها من الفنانين طيب الألوان الغنائية اللي بتحبها يعني أيش الألوان اللي بتحبها غالبا تكون البوب المجال الذي أنا مركز عليه أكثر طيب أنت يعني من كلامك بتحب اللون الأجنبية أو الأغاني الأجنبية هل في سبب خلاك يعني تميل أكثر لهذا الجانب أكثر من الأغاني العربية بحكم أنك يعني شاب عربي طبعا وإحنا دائما نتوقع أنه حد عربي يغني عربي فليش تحب الإنجليزي أكثر أولا التمييز أحب أن أنا أفعل شيء مميز طبعا في البداية أنا كنت أغنيا يعني بدخلت في أغنيات ماهر زين وشوية شوية بس كذا مرت على أذني غنيات أدل قلت أجرب يعني شوف يمكن تكون أفضل فكرت اللايركس الكلمات بما أنه معايا اللغة الإنجليزية متميزة فأخدت وعطيت شوي كذا ديت لنفسي مجالنا أنا أتعلم وأجرب واكتشفت أنه قدرتي أعظم في اللغة الإنجليزية من اللغة العربية أرتحت فيها كثيرا أي نعم طبعا الفنانة أدل ما شاء الله تحضر بشعبية كبيرة حول العالم كبيرة جدا صحيح يلا قبت لنا الآن الفضول والشغف أن نحن نسمعك ممكن تسمعنا حاجة؟ إن شاء الله تفضل بس ما بغني لكم مش على أدل اللي تحب اللي تحبو طيب أوكي بغني لكم مش على أدل 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 وكنت المايسترو تبعهم ضبطت أموري معهم يعني يا سلام يعني إلى قانب أنك تحب تغني كمان تحب أنك تعلم الأطفال أي بالضبط بالضبط أحب السيطرة نوعا ما يعني لا جميل يعني سيطر كمايسترو بالعكس أيضا أتمنى أيضا القيادة هذه مغارة برضو نعم أيضا أتمنى أنه مش بس فنة أنا كون أيضا مدرب إن شاء الله مدرب فني إن شاء الله طيب هل تفكر أنه يعني تصدر أغنية خاصة بك هل تحب الكتابة التلحين هل أنت بارع في هذا الجانب ما شاء الله قد يدرس إن شاء الله يلحن وإكتب كمان بالضبط غالبا قصص الحياة هي اللي تأثر فيني لما تحصل أعمال أو مصائب أو مشاكل أو أنا غالبا أرواح البيت أدونها أشكلها أكتبها أحاول ألحنها يعني أدخل في هذا المجال أكثر فبس المشكلة أنا في مكان ما عرف يعني عارفين هنا الوضع في تركيا نوعا ما يحب وطنيين أكثر يحبوا الفن التركي أكثر التركي أيضا يعني حاولت أدخل أدخل عليمين أدخل معهم على اليسار ما شفت أنه في تقبل نوعا ما بس أعتقد اليمنيين هم الوجهة الوحيدة اللي إن شاء الله أركز عليهم تقدر تشبك يعني علاقات مع أشخاص مهتمين بنفس الألوان الذي بتحبها وعدك في بداية حياتك أكيد بتلاقي كثير من الصعوبات ولكن الشطارة نحن نتقاوز كل هذا الصعب طيب أيضا في نقطة جميلة جدا أحب الإبتكار يعني شعرت أنه أبتكر شيء جديد حيث أن أنا أعكس كوني وطني يمني يعني مش بس أن أنا غني إنجليزين أبلو الأخير يمني وأحب وطني وأحب بلادي فكان في من ضمن الأفكار التي أفكر فيها دمجة الفن الغربي مع الفن اليمني كلحن كإيقاع اليمن يعني مثلا البرع المزمار الحضرومي الأشياء هذه فأتخيلوا أنت المكس رائع بيكون بيكون شيء جميل جدا بس أتمنى ألاقي الفرصة والدعم الأساسي يعني مني طيب ما تفكرش أنك يعني تصدر أغنية خاصة فيك وخاصة أنه ما شاء الله في كثير من الأسماء الشباب اليمنيين يعني بدأوا مش بس يقددوا يصدروا أغانيهم الخاصة فكرت بس أعاني من مشكلة واحدة اللي هي لم أتعلم العصف أطمح لتعلم عصف البيانو لكن ما تعلمش العصف فلو تعلمت العصف بكون أعزف لنفسي وأفعل كل شيء من نفسي فأنا حاليا محتاج فهمتوني فرقة أشكل فرقة من أول جديد وأبدأ أعمال أعمالي الخاصة إن شاء الله تلاقي زي ما كونت فرقة في اليمن نحن أكيدين أنك بتحصل فرقة أمشان وشغل تباين وحب أحب الأغاني مباين عليك يعني يا أحمد وحبنا نختم معك فقراتنا لهذا اليوم بأغنية من اختيارك يعني نسمع فيها الجمهور بصوتك الجميل طبعا هذه أغنية لديزني لو عرفتها طبعا أغنيها بطريقة الخاصة أم بواины بأسساسي بأسساسي Big mother nature واحد هم بأساءة بأسساسي 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 سفلث بأسساسي أعاد ل أتناك بأساسي بأس رطة اله 무서من ما دعم unchекстып المل أعاد أعاد شكراً لا احنا خلاص منتظرين جديدك يا أحمد وانساء الله تلاقي البيئة الداعمة لك اللي بتشجعك وكمان انك تتعلم زي ما قلت آلة تساعدك انك تصدر إصباراتك الخاصة بإذن الله شكراً لك أحمد لتواجدك معنا في صباح بلقيس